أهلا وسلم بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم حج عراق تقدرون أن نرى كل حلقاتنا على المواقع التي تظهر دائماً في أسفل الشاشة على السوشيال ميديا انستجرام والفيسبوك واليوتيوب وأيضاً تقدرون أن تتواصلون هنا على موقعنا الخاص www.softalmstq.com بما أننا دائماً نتحدث عن السوشيال ميديا وأهمية السوشيال ميديا ونرى أن هناك زاعات عشائرية تصير من السوشيال ميديا وأيضاً تقتل وتنتحر من السوشيال ميديا وأيضاً يصير شخص يفتخرون بأهله من السوشيال ميديا وأيضاً مشاكل تحل بالسوشيال ميديا فاليوم السوشيال ميديا بالعراق مهمة وتزاوي عدد المتابعين وبحلقة سابقة تكلمنا حول إحصائية أنه في عراق تقريباً 25 مليون شخص يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي حتى نتكلم حول أهمية هذه مواقع التواصل الاجتماعي في الستوديو أحد المؤثرين في السوشيال ميديا وناشط بيئي في مجلس في أيضاً في السوشيال ميديا الأستاذ مهدي ليتحياك الله وصديق طبعاً ممنون الله يخلديك أنا أريد أن أرىك لازم تفجرني ليتحياك مو؟ يلا أرىك ماذا أرىك؟ المشاغل بالحياة الله يساعدك الله يسلم اليوم يعني أنا دا أرىك بالسوشيال ميديا وأني من الفانز اللي حضرتك طبعاً أشارك كثير من الأشياء في السوشيال ميديا حضرتك تحارب الناس اللي تصيد حيوانات هي تعتبر ثروة حيوانية تحارب بعض العادات أكثر حضرتك صارت تدعم قبل فترة نزلت تيتي بطوست أعتقد تدعم المحتوى في هاشتاك نبنيها السوء نبنيها السوء يعني كيف لون اليوم أنت تتيتيش أفكار ببالك؟ والله ممكن ترجع القصة لأنه أنا كنت يوم من الأيام أحلم بأنه أوصل لهذا المكانة ممكن نقدر نسميها بقلوب الناس أو بسوشيال ميديا ومواقع تواصل الاجتماعي أنه أنا أقدر أأثر أو أكون ناس متابعيني فأني أقدر أقدم شيء اللي أنا ببالي فكو هواي ناس ممكن عندهم قابلية للتقديم أو التغيير لكن صوتهم مدى يوصل كذلك أنه مواقع التواصل الاجتماعي صارت مو فقط للتأثير أو نوعا ما قسم منهم يستخدمون للطشة هذه المواقع هي تستخدم للتجارة كذلك فأكو هواي ناس باب رزقهم أو فتحوا أبواب رزق عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي فممكن أنا أقدر أساهم بمساعدتهم وتطوير هذا الباب رزقهم والله هي فكرة أنا والأصدقاء بأنه دربونة اللي هو مشروع الخاص كانت فكرة وتحول إلى مشروع طبعا تطور شوي شوي فممكن أكو هواي ناس عندهم أفكار نقدر نغير أفكار الشباب من أنه فقط مجرد أنه لازم يفكرون بوظيفة حكومية إلى أن هو يبني مشروع الخاص طبعا يحتاج أكيد دعم إذا مو مادي فمعنوي وإحنا نحاول نساعد دعموك للشباب لما بدأت بمشروعك المشروع دربونة؟ والله هواي أكيد طبعا هو المشروع من بداية ما أخذت أني المكان لحد ما نفتح تقريبا طوال سنة هواي ناس دعموني من الأصدقاء يعني ذكر حتى قسم الأصدقاء كان يجوا إينا نصبغ الشبابيك والشباب سوي التوضيح فقط إحنا سنونا تغطية كاملة حول مشروع دربونة اليوم من سوشال ميديا يعني عالم خطير يعني به كثير من السلبيات يعني أنا مثلا حتى سناب شات من تلتح لسناب شات الإكسبلور العراقي ليس لطيف بحث أنت ممكن تسوي انسبسكرايب أو هيد لبعض الأشياء التي تدقل معقول هذول العراقيين؟ صح هذول شون نحارب هذي الأشياء؟ اللي تطيصوره ليس حقيقية على العراق يعني والله ما أعرف هي ممكن وحدة من الأسباب شبابنا هم أو يعني نقدر نسميهم مرحلة المراهقة أو الشباب هم اش دا يدورون؟ يعني على سبيل المثال سناب شات من طب الإكسبلورر راح تشوف أكو صفحات هي مختصة بنشر الأخبار نشر الموضة نشر المعلومات العلمية وهم شباب خليجيين يسوون ويصنعون إذا بها جانب مادي يستفادون منها عن طريق الإعلانات أو أكو دعم من مؤسسة معينة من الحكومة من جهات معينة أن تدعم هذه الشباب حتى يصنعون محتوى بالتالي نحن بالبداية نفتقر بالعراق الدعم من أي مؤسسة أو منظمة أو حكومية كانت أو غير حكومية للشباب اللي هم عندهم قابلية لصناعة المحتوى هذا أول شغلة إحنا شبابنا دي يشوفون بأنه الطشة أو أنه يعني هاي المعروف حاليا أنه أنا أريد أصير معروف إذا أنت ليش تريد أصير معروف؟ ما أعرف هاي صارت فتشي عد الشباب أنه يصير معروف فأسهل الطرق للطشة على قولتهم هو أنه يعني يلتجؤون لشغلات مع الأسف الشديد تجذب الشباب والمراهقين لكن كلها غير أخلاقية ويعني دننزل دننزل المستويات أنا مرات من أقلب مثلا بالتيك توك أو السناب شات أو حتى بالإنستجرام أشوف شباب ما يفكر ولا لحظة قبل ما يصور هذا الشيء اللي دي يسويه إن كان عن طريق الكلام إن كان عن طريق التصوير والنشر بالتالي نحتاج إلى داعمين للشباب اللي هم فعلا عندهم قابلية لصناعة المحتوى وكذلك نحتاج إلى مؤسسة تحمي وتراقب المؤثرين والموجودين بالسوشيال ميديا وأتوقع هذا الشيء موجود بالخليج وهوية مؤثرين أو أشخاص عاديين نشرة وشغلات كانت خطأ وحاكمتهم الحكومة ووقفوا حساباتهم هذا الشيء ما موجود بالعراق ماكو رقابة زين أنت درجت بالسوشيال ميديا وبداية مرحلة وخاصة حسابك قديم أعتقد بالسوشيال ميديا 2014 2014 يعني سبع سنوات طبعين لما أنت شنت في بداياتك وشع عندك أكيد هذه الفكرة أنه أنت تكون مؤثر في مجال تقول لا لبعض الأعادات الخطأ وتشوف مثلا يأتيك واحد ما أريد أذكر اسمه مثلا يعني ما يليق أنه يصدر كأنه عراقي مشهور ما يأثر بنفسك ما تقول أني خلعوا في هذا المجال هواية صارت هذه الأفكار بالي وأنقهر والمشكلة الأعظم بأنه إحنا مرات ممكن نريد ننتقد أو نريد نبين بأنه هذا الخطأ موجود وديصير هذا الشيء بالواقع الحال ومن عن طريق بعض الأشخاص اللي هم عندهم يعني فد متابعين أو يعني ناس شباب بعداد هائلة ديتابعوه هو دينشور الشغلات ممكن عكس العادات ممكن عكس القوانين ممكن عكس الأمور الإنسانية اللي نحن نحكي بيها أكيد أني أتأذى وبنفس الوقت ما أقدر مرات ما أقدر أتطرق بصورة مباشرة لأنه أخاف لي يكون هذا الشخص وراء شيء معين ظهر عشيرة أي شيء آخر وأني من رح يوقف لي لأنه أنا مو حكومة حتى أقابلة حتى أقدر أوقفها بس أنا أنشر أحد شيء على قد اللي أنا أقدر عليه ووحدة من الأمور اللي أنا يعني كلش فرحت بيها أنه عن طريق النشر اللي نقوم بيها قبل فترة كنت بأربيل صورت أحد الأشخاص اللي أنا تعجبته بأربيل القوانين شوية مختلفة عن بغداد كان خال قفص للطيور البرية اللي هي الزرازير اللي هي مهاجرة تجي بفصل الشتاء للعراق كان صايدها بقفص معين ويطيرها بفلوس مقابل الفلوس اللي مع الأسف هالمشاهد موجودة ببغداد صحة موجودة أنا تعجبت بأنه بالقلعة هذا الشخص كان موجود وبنفس الوقت اجي شخص دفع فلوس وطيرهم كلش البارحة وصلني فيديو من مقام أربيل بأنه جبر الشخص اللي كان هناك موجود أن يطير الطيور ومو بس هاي منع هذه الظاهرة بأنه ممنوع أي شخص يتاجر أو يحبس هذه الطيور البرية أو أي حيوان بري بهذه الطريقة ممكن عسى أو العال كانت رسالتي وصلت عن طريق تغير السوشال ميديا اليوم وتغير أكيد وتوصل رسالة شون يتعلنوني يعني الشباب ويا أفكارك يعني اليوم أنت لما انت تجي تقول لا للصيد شون نشوفهم أو لا لبعض الأعداد السلبية اللي تشوفهم شون شو تفاعل المشاوي العراقي والله يعني أحمد الله بأنه متابعين وهم ممكن مو كلش أعدادها هائلة مثل بعض المشاهير الموجودين بالسوشال ميديا والهم صاروا مع الأسف واجهة للعراق لكن اللي موجودين هم أكثرهم فاهمين تجي عسى ولاعد بين فترة وفترة تجي تعليقات مو بس سلبية بل مضحكة لبعض الشباب وهو حتى ما يفكر قبل ما يعلق لكن ده أحس بالتغيير ده أشوف أنه أكون فعلا تغيير شون شون شوف هذه الأشخاص اللي سوون حملات لأكو حملة صارت مع الأشجار نزرع حجرها أكو حملة لنقرأ سوية هذه الحملات هذا أكيد بيجاب إليك أكيد طبعا يعني 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 ما أقدر أدعم أي حملة تصير بالسوشال ميديا تكون بمجال اللي أنا أحبها أو أشوفها فعلا هو لصالح العراق نحن بالعراق نحتاجه هواية شغل بكل المجالات العلمية الثقافية الاجتماعية من كل شيء أنا عن نفسي يعني شغلي أو هوايتي أو العمل اللي أنا أقوم بي هو مجال الحياة البرية التنوع الإحيائي الحيوانات وطبعا نطرق بأمور اجتماعية مرات فأني عن نفسي أنا دا أشتغل وأتمنى باقي الشباب هم يشتغلون وواحد يدعم الثاني أنا لو أدرت موجود كان جبت لنا في هذه الصحافات تبعا عظم أعظم ترطل هاية حقات جاي أنا جدا سعيد بحضورك عزيز وليس صديقي أنا جدا أفرح لأن أصفح في صفحاتك الشخصية وأتمنى لك الموفقية شكرا جزيلا شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين اليوم السوشال الميديا بقية ما هي تخنج بقية ما هي بها السلبيات ولكن بها بعض الأشخاص هم الوكسجين في السوشال الميديا لنرى أن شخص يتكلم بالثقافة لأن شخص يتكلم في مجال البيئي لأن يتطيق معلومات طبية ولكن مع الأسف بالعراق أقوله مصرية يقولون القني كسب الكرني يعني مع الأسف مرات يصدر ناس ثم أكيد ما يعبرون على الشاب العراقي وبالتالي من واجب الشاب نفسه يعرف من يتابع وماذا يستفاد من هذا الشخص وهو ليش يتابع هذا الشخص حتى بالأخير اليوم يريد أن يستفاد من يتابع أستاذ ميديا أستفاد من عنده أشياء البيئية أؤمن بفكرة ولكن ما أتابع شخص لا يضيف لي غير بس اتفاها أعزائي ومشاهدين وصلتوا لكم بناية حلقتنا هذا اليوم انتظروا بحلقة القادمة في موالا